في إنجاز غير مسبوق استطاع مجلس التنمية الاقتصادية استقطاب 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات وصلت قيمتها إلى 276 مليون دينار ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 2800 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق المحلية أعلن مجلس التنمية الاقتصادية تحقيقه نجاحا غير مسبوق في العام 2017 حيث نجح في استقطاب 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات وصلت قيمتها إلى 276 مليون دينار ما سيساعد في زيادة خلق المزيد من فرص العمل بنسبة تصل إلى 72% بالمقارنة مع العام السابق ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق المحلية ويأتي ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستثمارات خلال عام 2017 حيث مثل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات وعلى رأس هذه الاستثمارات شركة أمازون لخدمة الإنترنت يليه قطاع الصناعة بنسبة 20% والذي تصدرت الاستثمارات فيه مجموعة موندليز الدولية أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد حقق استثمارات بنسبة 11% ومن أبرز الشركات التي استثمرت في هذا القطاع الحيوي خلال العام الماضي شركة أجيلتي وأرمادة ويليه قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت 10% مثلت شركة فنادق أكشن وتطبيق حجز سيارات الأجرة كريم كأبرز المستثمرين في القطاع ويليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4% باستثمارات بارزة من شركة الحلول البديلة للمدفوعات بي تابس والشركة المتخصصة في معالجة الأعمال وخدمات إدارة علاقات العملاء لإسناد الأعمال بأطراف خارجية انفيتا ويكمل قطاع الخدمات المهنية الاستثمارات بنسبة 1% وتشكل هذه الاستثمارات من حيث القيمة زيادة بنسبة تصل إلى 161% مقارنة بالعام 2016 حيث بلغ إجمال الاستثمارات التي تم تسجيلها آنذاك 106 ملايين دينار بحريني من خلال 40 شركة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أعرب عن فخره بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2017 وكان هذا نتيجة عمل دؤوب ومساندة دائمة من الشركاء من القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنهم أطراف رئيسيون في هذا الإنجاز وأكد الرميحي أن لدى البحرين العديد من العوامل التي تشجع على الاستثمار فالمملكة تعتبر بوابة الدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها تريليون ونصف تريليون دولار نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وسيستفيد المجلس من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في عدد من القطاعات لتعزيز الابتكار ومواصلة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما في ذلك انترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع من أجل تحفيز النمو في القطاعات الرئيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر